خدمة النت في اليمن تدخل حلبة الصراع والابتزاز الحوثي النقابة الوطنية لشبكات النت في صنعاء أعلنت الدخول في مواجهة مع ميليشيات الحوثي التي تسيطر على المزود الرئيسي لخدمة يمن نت وذلك بإيقاف الخدمة عن المشتركين بمعدل أربع ساعات يوميا بدءا من الأحد وحتى الجمعة المقبلة خطوة وصفها بيان عن النقابة بالتصعيدية ردا على إقدام شركة يمن نت على رفع أسعار الخدمة عبر شبكات اللاسلكي بنسب عالية مع خفض السرعة ودعت النقابة كافة الشبكات لخفض عدد الخطوط المستخدمة والاكتفاء بالحد الأدنى وذلك للضغط على شركة يمن نت لإيقاف إجراءاتها التعسفية وتعمدها الإضرار بأصحاب الشبكات المزودة للنت عبر خدمة اللاسلكي وحرمان المواطنين منها مصادر في قطاع الاتصالات كشفت عن تعرض المستثمرين والعاملين في هذا القطاع لعمليات ابتزاز من نافذين حوثيين يسعون للإستحواذ على تجارة خدمات النت والاتصالات وتجارة الهواتف النقالة في البلاد وزارة الاتصالات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي فرضت إجراءات صارمة واشترتت منحة راخيصة مسبقة لاستيراد الهواتف النقالة في حين ألغت شركة الاتصالات مئات من نقاط البيع في مناطق سيطرة الميليشيات تدخل ميليشيات الحوثي في عمل المؤسسات العامة والخاصة وابتزازها انعكس على الخدمات التي تقدمها وحرمان المواطن من الحصول على بدائل أخرى